أنهى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد النيابي المرافق له زيارة دامت ثلاثة أيام إلى جناف لشرح وجهة نظر مجلس الأمة ودفاعا عن سمعة دولة الكويت حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد واللجنة الخاصة بحقوق الإنسان واللجنة التنفيذية والمجميع الجيوسياسية هذه الاجتماعات شهدت نقاشات جدية ومثمرة بشأن الشكاوى المقدمة إلى الاتحاد البرلماني الدولي في البداية يتقدم بالشكر لموظفي الشعب البرلمانية وموظفي مجلس الأمة على جهودهم قبل السفر وبعد السفر من جهد مضني بذلوه لتوفير كافة الأوراق والمستنادات اللازمة للرد على الشكاوي كان افترض وصولنا أمس للمشاركة في اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني الدولي ولكن نظرا لوجود شكاوي من ثلاث جهات أحدهم النائب الحالي الأخ شعيب ميزري والشكوى الأخرى هي من عبد الحميد دشتي النائب السابق والشكوى الثالثة هي من إسرائيل شامل الكويت بشكواها قدمنا رحلتنا وكما قامت رئيسة الاتحاد الدولي مشكورة بتقديم رحلتها يومين الاجتماع بالوفد الكويتي والاستماع إلى ردود الوفد الكويتي فالتقينا بالأمين العام التقينا في رئيس لجة حوق الإنسان أو برنامج حوق الإنسان وكذلك رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي استمعنا منهم لفحوها الشكوى وسمعوا مننا ردودنا النقاش بين مجلس الأمة والاتحاد الدولي للبرلمانات مستمر وجلسات أخرى ستعقد خلال الشهر المقبل حين كانت مشاركتنا اليوم في اللجة التنفيذية كانت قائمة على دعوة ومبادرة من الوفد الكويتي ومن الشعبة البرلمانية الكويتية بتغيير النظام الأساسي للتحاد البرلماني الدولي لأن النظام الأساسي للتحاد البرلماني الدولي يفتقر لمعاقبة أي برلمان يتعدى على حقه الإنسان وكانت الصدفة أن الشكاوى على الكويت تتضمن تعدى على حقه الإنسان فلا يمكن نحن من يبادر بتغيير النظام الأساسي لهذه المنظومة الدولية التي نسعى لارتقاء بها ولا نواجه الاتهامات اللي على الوفد الكويتي لا يمكن أن الوفد الكويتي يقوم بتعديل يرتد عليه بالمضرة فلذلك بعد شهر من الآن سنشارك في الاتحاد البرلماني الدولي مع الرد الكامل على كل الادعاءات فيما يخص برلمان الكويت وخصوصا أن الدستور الكويتي والبرلمان الكويتي هو أعرق دستور وبرلمان في المنطقة قائم وفعال فإن شاء الله في الشهر القادم سيتم تفريد جميع هذه الادعاءات الغانم وعد في تصريحاته من جنيف بشرح فحو النقاشات التي جرت مع قادة الاتحاد الدولي للبرلمانات للكويتيين فور عودته إلى البلاد ثلاثة أيام من المباحثات أنهاها الوفد الكويتي النيابي الرفيع بمباحثات موسعة مع اللجنة التنفيذية ومع المجاميع الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي من أمام مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف دينا أبي صعب تليفزيون دولة الكويت